قناعتي أنه بروفايل مودست اللعيب محتاج تكون بتضغط أو ضغط الفريق المنافس أكتر وقت في ملعبه عدد مرات وصولك لمناطق الخطرة كتير عدد عرضياتك أو الكرات العرضية اللي بتلعبها لمهاجم ببروفايل مودست كتير فيها دقة فيها قوة فيها المتطلبات اللازمة لبروفايل مهاجم زي مودست عشان يشتغل ويطلع عميش وده ما حصلش فتقدرش تلوم على مودست يمكن فيه ناس بتقول انه كهرباء كان في ظل السيناريو ده كان ممكن يكون هو الأفضل أنا ما عنديش دراية هل كهرباء جاهز هل يقدر يدي تسعين هل الراجل محافظ عليه الماتش مديامة اللي شايفه من حسابته ممكن يكون أصعب ولا أ ما عنديش المعلومة فما قدرش أحكم وبتالي أسألك ماتش مديامة أصعب من ماتش شباب لوزداد ولا أسهل هي الحقيقة أن الوضع هيختلف شوية لأن مبارات شباب لوزداد كان أنت تتكلم في الفريق المنافس الأقرب للأهل على صدارة المجموعة أو على الصعود من المجموعة ايه وتعديلت معاه في القاهرة فلو ما كسبتش لو كسبك هناك كمان ووصلت لتساوف النقاط هيبقى ترجيح لكفته عن كفتك فبالتالي أنا هتطفق مع سعيد في جزئيت أن الأهلي قدر أنه يفوز بنقطة ولكن شباب لوزداد مخسرش نقطتين رغم أن دوافع شباب لوزداد على مدار المبارات تبطأ قناك هتختلف لا أنا مش أختلف الاختلاف الوحيد هي فكرة هم هددوا مرمى الأهلي اتفاق معاه في فكرة ده أنا قلت تاني يوم يا راجل أن شبير يعني هو العيب الوحيد اللي حسيت آه ياسر كان كويس عبد المنعم كان كويس إمام في الفترة الستين دي الأولين كان كويس لكن اللي حسيته بصراحة يعني رغم أنه ماتش صعب خد بالك نكترجع من فترة التوقف الناس دايماً شايفة الشناوي أو هتحطك في مو الحاجات دي بتبقى بالنسبة للعيب بيفكر فيها بتعمل عليه ضغط وتوتر هتشيل أو هتحسب على فترة ماتش وعلى مشوار في أفريقيا كل الدغوط دي لكن شبير كان الحقيقة وقف على الرجلي وقدم مباراة كويس جد قد يكون اللي حصل في المباراة دي من أجل أن يعني يكتب شبير شهادة ميلاده يعتبر من جديد طبعاً مش هنختلف عن اللي عمله في فاينال السنة ماتش الوداد وتقلقه اللي كان تقلق رائع صراح لكن اللي حصل في مباراة شباب بلاوزداد أن الفرقة ما كانتش فعلاً خطورتهم كانت معظم تزديرات من خارج المنطقة عرضيات رأسيات رأسية لامين ليونيل وامبة اللي كانت في الشرط التاني لكن اللي قدر يتعامل معاهم طبعاً لأي واحدة فيهم كانت تسجلت كانتش حد يقدر يلوم مصطفى شبير لكن اللي أنا عايز أتكلم فيه هنا هي جزئية أن دوافع فريق شباب بلاوزداد في المباراة كانت الدوافع أكبر بشكل كبير وده كان باين أصلاً في شكل الفريق لأن اللعيبة اللي كانت موجودة معظمهم كانوا لعبين صغيرين باستثناء بنعيادة اللي هو الباكرايد بتاع شباب بلاوزداد وكان أخطر اللعيبة كان هو ومزيان وكان وارسو اللي هو الجناح التاني وبالخير أعتقد بالخير بالخير